ثلاثة موانئة هي منافذ محافظة الحديدة البحرية ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى يستقبل الميناء العديد من البواخر التجارية ضمن الخطوط الملاحية التي يقع الميناء على خط سيرها كما يستقبل ميناء الحديدة الأكبر سفن الحاويات والبضائع وسفن الحديد والإسمنت والمشتقات النفطية والغاز والسيارات الحرب الدائرة تسببت بقصف رافعات الميناء الرئيسية وأدى ذلك إلى تأخر السفن في الأرصفة بسبب اعتمادها على رافعات البواخر يحتوي الميناء على ثمانية أرصفة إضافة إلى أرصفة محطة الكهرباء وأرصفة النفط وذلك ما مكنه من استقبال عدد ست بواخر أسبوعيا بعد إسقاط مؤسسات الدولة ومحاولة جماعة الحوث للإستحواذة على السلطة ذهبت إلى إقصاء العديد من قيادات وكوادر الميناء المؤهلة كما فرضت الجماعة الإنقلابية مبلغ 100 ألف ريال إضافية على الناقلات تحت مسمى تعم البنك المركزي وهي بحسب مصادر تذهب مباشرة لمشرفي الجماعة ويذهب عناصرها لمواصلة السيطرة على البوابتين الرئيسية مع نقاط التفتيش والرقابة وأجهزة الفحص وميزان الميناء وهو ما يؤكد إحكام الجماعة الإنقلابية السيطرة على الميناء تماما اشتركوا في القناة